موسيقى بضغط من النمسا الاتحاد الأوروبي يشدد حماية الحدود وترحيل اللاجئين زيادة اعتماد النمسا على الغاز الروسي رغم العقوبات الغربية النمسا تبحث عن مئتي ألف موظف ثلثهم لا يتطلب الخبرة انخفاض إفلاس الشركات في النمسا العام الماضي وزيرة المناخ تؤكد حصول طالبي اللجوء على مكافأة المناخ هذا العام مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم تفق أعضاء دول الاتحاد الأوروبي على منع الدخول غير القانوني لطالبي اللجوء والمزيد من الحماية على الحدود وعمليات الترحيل الأسرع وقال المستشار يهمر لقد تم الاتفاق على توفير ما يقرب من ثلاثة مليارات يورو لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد وفيما يتعلق بتوسع شنغن أكد أن يهمر أنه يجب حماية الحدود أولا قبل التحدث عن توسيع منطقة شنغن كما أكد الاتحاد في بيانه الختامي على ممارسة الضغوط على الدول التي لا تتعاون باستعادة طالبي اللجوء المرفوضين وتأمين الحدود بين بلغاريا وتركيا بدون إضاح موافقة الاتحاد على بناء جدار أعلنت وزارة الطاقة عن زيادة اعتماد النمسا على الغاز الروسي بشكل كبير في نهاية العام الماضي رغم العقوبات الغربية على موسكو وذكرت الوزارة في تقرير لها أن واردات النمسا من الغاز الروسي بلغت نسبتها 71% في شهر ديسمبر من العام الماضي بعدما انخفضت بين مايو وأكتوبر تدريجيا إلى أقل من 20% وتعود أسباب الزيادة خلال شهرين نوفمبر وديسمبر إلى انخفاض واردات النمسا من ألمانيا وإيطاليا بينما في نفس الوقت كان هناك تدفق غاز ثابت نسبيا من روسيا أعلنت إحصاءات وزارة العمل عن ازدياد عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 41% العام الماضي مقارنة بعام 2021 وزيادة بنسبة 61% عن عام 2019 قبل كورونا وبحسب الإحصائية وصل عدد الوظائف الشاغرة لأكثر من 200 ألف وظيفة وكانت معظم عروض العمل في قطاع الخدمات والإنتاج وأعلى مستوى من الوظائف الشاغرة في النمسا في الربع الثالث من عام 2022 وأشارت إلى أن أكثر من ثلث الوظائف لا تحتاج لأي مؤهلات أكد توبيوس توماس المدير العام للإحصاء أن أعدد حالات إفلاس الشركات وصل إلى ذات المستوى قبل تفشي كورونا لكن بالنسبة للعام الحالي يتوقع الخبراء زيادة أكبر وبحسب الإحصائية تتوقع جمعية حماية الدائنين ارتفاع حالات الإفلاس العام بما يصل إلى 6000 حالة إفلاس للشركات وأردا على سؤال حول أسباب الزيادة المتوقعة هذا العام أشار توماس إلى أن الحالة الاقتصادية العامة لا تساعد على الانتعاش وأصبحت إعادة التمويل في الوقت الحالي أكثر تكلفة وتقلص هوامش الربح والنقص الهائل في العمال إضافة لارتفاع معدلات التضخم أكدت وزيرة المناخ جيفسلا أن كل شخص يقيم في النمسا لمدة 180 يوما على الأقل في ألسنة سيحصل على مكافأة المناخ هذا العام وبحسب صحيفة هويتا أحال وزير المالية برونا استفسارا لوزارة المناخ حول السجناء وطالبي اللجوء ومدى قانونية حصولهم على مكافأة المناخ وكان ردها أن معايير الدفع لن تتغير وتقرر ذلك مع شريك التحالف في الحكومة في الخامس عشر من ديسمبر عام 2021 وتدفع المكافأة فقط للمواطنين غير النمساويين إذا كان لديهم تصريح إقامة سار المفعول وهذا ينطبق أيضا على طالبي اللجوء وننوه أن إنفوغرات بالتعاون مع رابطة المرأة العربية النمساوية أطلقت حملة للتبرعات للسوريين بعد الزلزال المدمر شكرا لكم كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم شاركون تعليقاتكم كنت معكم أنا قتيبة اللحام أمسي سعيدة إلى اللقاء شكرا لكم